اشتركوا في القناة وتاريخنا وكل اللي حوالينا العلم والبحث هو اللي بيدي للحياة معنا بس انت ليه مستعجل يا أستاذ عصام ولا في حد بيذاكر معاك ومستنيك لا خالص بس أنا حددت معاه له منقشة رسالة الماجستير بتاعتي في كلية الأثار في جامعة القاهرة والوقت ضيق جدا الله يا أستاذ عصام وهتبقى لبس الروب الأسود وتقف تشرح للدكاترة زي ما بنشوف الأفلام هو احنا ينفع نيجي ونحضر معاك طبعا يا كنوس ده أنا أتشرف بيكم بص بقى يا أستاذ عصام تصوير المناشة دي علي أنا وهاخدك شوية ستورز للإنستجرام و... انت خلاص قررت تخلي أستاذ عصام هو كمان إنفلوينسر يا مازن وما تنساش بقى هاشتاج ماجستير وكلية الله بطوله ايه ومازن ماله بقى مهتمة قوي كده بموضوع السوشيال ميديا يا مازن ده انت ما كانش عندك أكاونت أصلا إيه اللي حصل لا مازن دلوقتي نسخة جديدة متطورة يا أستاذ عصام أنا خايف عليك من التطور ده يا مازن بس هنشوف الموضوع ده آخر ويا والرسالة عنوانها ايه يا أستاذ عصام؟ الفنون في تاريخ مصر وتأثيرها على الأطفال الله عنوان حلو قوي على فكرة بقى يا أولاد الرسالة دي مبنية على دراسة عملية يعني مش كلام كده محطوطة على ورق وراح أقدمه للاجنة وأخذ الماجستير وخلاص إزاي يعني رسالة عملية يا أستاذ عصام؟ المصريين يا أولاد على مر العصور لهم شكلهم الخاص اللي بيعبر عنهم وعن حضرتهم وزقهم وثقافتهم المختلفة عن باقي الشعوب أيوة زي الفن المصري الأديم والإبطي والإسلامي في مصر مش شبه أي فن تاني في العالم بالزبط يا كنوز عشان كده لازم ننقل الفن ده للأجيال الجديدة عشان يعرفوا قيمة بلدهم وأصلهم وده هيغير سلوكهم ويطور زوقهم اللي بيعبر عنهم زي ما كان للمصريين شكل وزوق من قبل الملك مينة وبيتطور لغاية دلوقتي شايف يا يحيا كده بالفيديو اللي صورته مبارح أنا بقيت فنان واضح واضح من تعليقات الناس على الفيديو طيب يا أولاد إيه رأيكم نفذ مضمون الرسالة عملي ومع بعض؟ إزي يا أستاذ عصام؟ شوفوا في البداية هنعمل أفلام قصيرة عن أماكن تاريخية ومتاحف في بلدنا وهنعرضها على زميلكم في المدرسة أنا اتفقت مع حضرة الناظر أن احنا هنعمل حصة للمحتوى الهادف سواء إحنا اللي هنعملها أو حد من زميلكم أيوة كده خلاص سيب موضوع المحتوى ده علي هكلم فهم زبيد؟ أخليه جيلنا على طول فهمي إيه؟ مين ده ماذي؟ ما تشغلش بلك يا أستاذ عصام المهم قل إيه أول ما كان هنتصور فيه؟ الأول آخذ موافقة أولياء أموركم وهقول لكم خلوها مفاجأة